السلام عليكم تقول مسلم أخذ من مال والده بغير إذنه لقصد القرب ثم رده بعد مدة من الزمن مثل ما أخذه لم ينقص منه شيئا ما يلحقه بذلك إذن على أنه كان مضبرا إليه وما لا يترتب عليه عرشدونا جزاكم الله خيرا نعم يلحقه عثم لأنه أخذ من مال غيره بغير إذن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال من مسلم إلا بطيبة من نفسه ولا يجود لك أن تعقل من مال غيره بغير إذنه وليس ذلك قرب القرب لا بد أن يكون من طرفه من مقرض ومقترب ويكون بطيبة نفس من المقرض ويكون المقرض أيضا جائز التصرف لأنه مال المسلم والقرب تصرف ولا بد أن يكون من جائز التصرف تقول ما يترتب عليه ترتب أن ترتب الحق وأن تطلب منه المسامحة ولا تعدينك لهذا نعم